السلام عليكم ورحمة الله الآن يا شباب رح نحل المعلمة سلطة التجميعات التسريبات اللي جدت أمس إن شاء الله للجمعة وفي بعض الأسئلة ممكن تكون تكررت في يوم السبت السؤال أول يقول يعد كسر الغراب للبيضة هذا شرحنا تفصيل في دورة أنا سطوري وممكن كان مش غراب شمبانزي قرد شمبانزي أو زي كذا المهم الحيوان بغض النظر الغراب الشمبانزي إذا استخدم آله عشان يحل المشكلة هذا يكون إدراكي تفكير وحل المشكلات هذا في إدراكي سؤال اثنين يقول لك أي تراكيب التالي لا توجد في بطانة الفم بطانة الفم خلية حيواني والخلايا الحيوانية شباب ما عندها جدار خلوي هذا الإجابة إذن الجدار الخلوي تفتقر الخلايا الحيوانية للجدار الخلوي سؤال ثلاثة قام مجموعة من الطلاب بمراقبة نشاط الضفدع مراقبة ضفدع مريض في بركة مياه هم الآن قاعدين راقبوا فيه مراقبة هذه لكي يجمع معلومات أي التالي طريقة لجمع المعلومات هي الملاحظة سؤال أربعة ما وحدة وظيفة وحدة وظيفية تسيطر على ظهور الصفات الوراثية وتنتقل من جيل إلى آخر هنا ياما بيكون حاط لك في الخيار جينات الجين أو الكروموسوم لو حاط لك كروموسوم صحيح لأن الكروموسوم محمول على الجينات هو الجين جزء من الكروموسوم المسجر الرنية والسنترومير والقطعة الطرفية هذه ما بتنقل الصفات أو مش مسؤولة عن الصفات الوراثية إذن إجابة جين أو إذا كان في الخيارات كروموسوم يعني ما بيجيب لك لك لهم الاثنين مع بعض يا جين يا كروموسوم نيجي الآن لسؤال خمسة ماذا يحدث لنجم البحر هذا السؤال تكرر كثير وذكر شرحناه في هذه طبعا قلنا هنا ماذا يحدث لنجم إذا قطع إلى أجزاء المقصود هنا الأجزاء مش أجزاء صغيرة يعني هو ياما بيقول لك إلى نصفين أو أجزاء كبيرة حتى ولو ما حدد لك المقصود هنا في هذا السؤال يشوفك أنت عارف أن نجم البحر يتجدد ولا لا بس فهنا يتجدد هو المفروض يكون إلى نصفين أو إلى قطع كبيرة لأنه لو كان قطع صغيرة راح يموت سؤال ستة أي الحالات التالية تسبب حدوث الإمساك الإمساك يعني قلة الماء في البراز هذا الإمساك متى بيكون قلة الماء في البراز إذا صار امتصاص شديد للماء في لمعاد الغليظة المسؤول عن امتصاص الماء لمعاد الغليظة طبعا هنا الكيموس المقصود فيه البراز وهو داخل الجسم سموه كيموس إذن زيادة الماء لا قلة الماء في الكيموس هو سبب الهمساك وهذا سؤال حرفي موجود في دورتنا وشرحناه سؤال سبعة يقول ينتمي الخفاش الخفاش صح أنه يطير ولكن جسمه ليس مغطى بشعر بريش أسف جسمه عليه شعر أو وبر الوبر هو من تحورات الشعر الخفاش زي ما شرحنا في الدورة هو من الثديات من الثديات طبعا ومن خصائص أنه يستخدم الصدى آكل نبات وآكل لحوم ولكن ليس من وصائق ومن وظائف أنه له أنف ودمم لأنه كان أحد أسئلة في التجميعات أن الخفاش أي تل ليس من خصاص الخفاش طبعا هو حيوان من حيوانات الليلية يخرج في الليل سؤال ثمانية أي المخلوقات التالية تستخدم أعضاء جاكبسون أعضاء جاكبسون هذه شرحناها توجد في سقف الحلق في الأفع وهي مسؤولة عن تمييز الروائح وجاء أحد الأسئلة تتنفس الأفعى في طلاب يختاروا أعضاء جاكبسون لا فيه فرق بين التنفس وبين الشم الرواح الشم مستقبلات الشم وجودة نحن عن نفل عنف أوكي بننف نحن نتنفس من أنف نتنفس من الفم كمان ولكن ما لها علاقة في التنفس التنفس عن طريق الرئتين الأفعى والزواحف تتنفس عن طريق الرئتين أما أعضاء جاكبسون وضيف تمييز الرواح توجد في الأفعى ظاهرة طبيعية تزيد من البناء الضوئي البناء الضوئي هنا يحتاج CO2 زائد H2O يعطينا C6 H12 O6 هذا الجلوكوز زائد أكسجين طبعا يحتاج إلى الضوئي طبعا يحتاج إلى الضوئي أما الاحتباس حراري يزيد من البناء الضوئي سؤال 10 أي التالي له مفصل لا يتحرك مفاصل لا تتحرك موجود في مكان واحد في الجسم شو رحنا هذه الدورة بلنا هي الجمجمة وتسمى مفاصل درزية زي الدرزات سؤال 11 ما دور جزئي لATP في انقباض العضلات طبعا أنا شفت في أحد التجميعات كاتب تحطم عشان تزود العضلة بالطاقة لا هي مش هادة بوظيفة العضلة مكونة من خيوط أكتين كذا هذه القطع العضلي وهنا في عندي خيوط ميسين الطاقة الآزمة عشان ترتبط خيوط الأكتين مع خيوط الميسين في شكل في الكتاب يوضح لك أنه الارتباط هنا يحط لك كذا ATP إذن ATP ضرورية الارتباط خيوط الأكتين مع الميسين هذه هي الإجابة الصحيح سؤال 12 يقول تعيش بكتيريا تعيش على عقد جذور النباتات طبعا عقد هذه هي عبارة عن بكتيريا موجودة أكثر شيء في البقوليات شرحناها في من فوائد البكتيريا التي هي تثبيت النيتروجين فالبكتيريا هذه تثبت النيتروجين من غاز إلى مركبات النيتروجين في التربة تعيش عند عقد جذور النباتات هذا السؤال كثير من طلاب شاكين في حلو لأن فكرة أول مرة تيجي شفرة وراثية بده عدد شفرة وراثية لبروتين مكون من 15 حمض أميني نحن نعرف أن الشفرة الوراثية مكونة من 3 قواعد نيتروجيني وكل شفرة وراثية توطينا حمض أميني واحد ولكن عشان أنتج بروتين لازم في عندي كودون بدأ أو شفرة بدأ وفي عندي شفرة إنهاء هذا الشفرة مكونة من 3 قواعد نيتروجيني بعد أن يجي تسلسل بروتين قواعد الشفرات حق البروتين بعد أنتجي شفرة لإنهاء شفرة لبدأ هذه هي جزء من البروتين تعطينا حمض أميني أما شفرة الإنهاء لا تعطي حمض أميني فهي ليست جزء من البروتين البروتين مكون من 15 حمض أميني 15 حمض أميني زيد الهواء نقص منها آسف زيد الهواء 1 لو بده الشفرة الوراثين الحمض أميني بروتين مكون من شفرة البدأ 14 14 صاروا 15 هذا 1 زيد 14 15 طيب والشفرة الوراثية لإنهاء هي جزء من الشفرة الوراثين الضرورية لتكوين البروتين فصاروا 16 16 شفرة وراثية هنا سؤال 14 أقول الأخير إذا كانت فصيلة دم بي كان عليها موجب يعني بي موجب بي موجب ما الفصيلة ما هنا بش من ما الفصيلة التي تستقبلها يعني بي موجب مين تعطي درسناها قلنا أولا بي تعطي بي تعطي نفسه تعطي بي و اي بي هذا المخطط يوضح كل وضح لكم مين يعطي الثاني بشكل عام بي يعطي نفسه ويعطي اي بي يعطي نفسه فقط ويعطي الجميع بس يأخذ من نفسه الـ a يعطي نفسه ويعطي الـ a-b a-b ما يعطي غير نفسه هذه تسمى مستقبل عام وهذه تسمى له معطي عام b تعطي b وتعطي a-b طيب لما يكون موجب احنا قلنا في الدورة انه الموجب يعطي الموجب والسالب يعطي الموجب والسالب يعني الـ b موجب يعطي b موجب و a-b موجب اذا اجابة a-b موجب كذا خلصنا ان شاء الله تكونوا استفدتم من شباب يعطيكم الف حافية السلام عليكم اعزائي الطلاب وطالبات انا اسطوري هنحلم مع بعض تمارين في خبار التحصيل رياضيات نقدر نقول انها متكررة في الفترة الاخيرة السؤال الاول بيقول لي متتابعة حسابية حدها العاشر خمستاشر حدها الاول سالب ثلاثة اذا الطبيعي انا هكتب ان الحد العاشر كان خمستاشر والحد الاول كان سالب ثلاثة اذا هو عايز اساس المتتابعة اللي هو مقدار d هذا الكلام بسيط جدا d بتساوي الحد العاشر ناقص الحد الاول على عشرة ناقص واحد خمستاشر ناقص سالب ثلاثة على تسعة هيساوي خمستاشر ناقص ناقص تتحول الى زائد يبقى تمامتاشر على تسعة يساوي اثنين وبالتالي هيكون الاختيار ايه السؤال التاني بيقول ما مشتقة الدالة f في اكس بيساوي اثنين طبعا انا كلنا عارفين ان مشتقة الدالة الثابتة بيكون صفر وبالتالي الاختيار بيكون صفر لان هنا مفيش اكس يا شباب في السؤال التالت بيقول اساس المتتابعة الهندسية طبعا انا كلنا عارفين ان ما يكون عنديły متتابعة هندسية بدأت ب اثناشر وبعديها ستة وتلاثيين وبعديها مية وتم кнопني وبعديها تلتمにな اربعة وعشرين في المتتابعة الهندسية بنقسم الحد الثاني على الحد الاول يبقى ستة وتلاثين prakt Ble بيساوي تلاثي ويكون الاختيار دي مسلس قياس زاوية تمانين خمسين خمسين فالطبيعي انا لو عندي مسلس بهذا الشكل في عندي زاوية خمسين في عندي زاوية خمسين في عندي زاوية تمانين معنى ان في زاويتين متسويين يبقى في ضلعين متطابقين وبالتالي بنختار متطابق الضلعين السؤال اللي بعده هنكتبه بس كده بطريقة صحيحة limit يما اكس تقول لاثنين اكس تربية ناقص ثلاثة اكس زايد واحد واحنا اخدنا ان القاعدة الوحيدة فيه المت لأي عدد الحالة دي تعويض مباشر يعني هنشيل الاكس ونخط مكانها اثنين ناقص ثلاثة في اثنين زايد واحد هيطلع عندي اربعة ناقص ستة زايد واحد هيساوي سالب واحد وبالتالي الاختيار هيكون ايه السؤال اللي بعده بيقول ماها عدد عناصر العينة لتجربة سحب بطاقتين مع الاحلال يا شباب كلمة مع الاحلال يعني مع الارجاع ده معناها كده كأنك بترجع الورقة مرة ثانية فلو انا عندي تمن بطاقات يعني من واحد الى تمانية وجيت اسحب بطاقة يبقى عدد عناصر العينة هيبقى عندي تمن اختيارات ممكن اختار الاولى او التانية او التالتة او الربا بعدين عملت ارجاع وهبدأ اختار مرة ثانية يبقى عندي تمن فرص للاختيار اذا بالتالي هيكون عدد النواتج الكلي اربعة وستين طريقة السؤال اللي بعده بيقول اذا كانت فف اكس بساوي اربعة اكس ناقص ثلاثة فان اف سالب اثنين طيب يعني معناها ان احنا هنستبدل الاكس بسالب اثنين يعني هنعود تعويض مباشر اربعة في سالب اثنين ناقص ثلاثة هيطلع عندي سالب تمانية ناقص ثلاثة هيكون الناتج سالب احداشر وبالتالي الاختيار هيكون سي السؤال اللي بعده بيقول ما مدى الدالة طبعا احنا كلنا عارفين ان مدى الدالة مناش علاقة بالقيمة المطلقة المدى بيأتي من الرقم اللي خارج الدالة وهو عبارة عن قيمة مغلقة تبدأ بالثلاثة الى مال نهاية وهذا السؤال عندك موجود وكل اختيار له بي يبقى مدى الدالة بيتوقف على العدد اللي خارج القيمة المطلقة منه الى مال نهاية السؤال اللي بعده بيقول ما اساس الدالة ما اساس الدالة طبعا هنا ما فيش اساس هي المفروض ان السؤال بس مدى الدالة مدى الدالة نفس السؤال السؤال اللي بعده ما اساس المتتابعة الحسابية طبعا هنا السؤال مكرر احنا دسا قيلين عليه ان عندك 12 وبعدين عندك 36 وبعدين عندك 108 قلنا ان احنا هنجيب اساس المتبعة 36 على 12 اللي هو الحد الثاني على الحد الاول وهيطلع الناتج 3 هذا السؤال مكرر موجود عندنا السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بنبدأ نحل مع بعض الاسئلة المتدولة واللي جات بفضل الله ومن وإحسان وجات طبعا في يوم الجمعة والسبت وتقريبا في اسئلة منها بالنص بفضل الله ومن وإحسان وفي اسئلة بالنص ما تغير منها شيء واسئلة تقريبا الافكار متفقة بنسبة 100% ديجي نشوف اول سؤال عندنا هنا بيقول لي اي تالي يتم فيه تشتيت الضوء احنا اتكلمنا طبعا هذا السؤال موجود بالنص في المخليط في الجزء الخاص بكيميا 3 موجود في المخليط هذا السؤال بالنص موجود سؤال عن الحركة البروانية وموجود سؤال عن تندال مبدئيا اجابتنا تشتت يبقى على طول تندال هو الفقرة بتأسير تندال تأسير تندال زي ما قلنا هو بيظهر في الغرويات وبيظهر في المعلقات يعني بيظهر في المخليط غير المتجنسة عمتا ومن خلالها بيتم تشديد الضوء وفايدته اننا من خلاله بقدر احكم من خلال ظاهر التندال بقدر احكم على كمية المزاب دي فايدة تندال اذا كان تشتت الضوء واضح يبقى كمية المزاب كبيرة تشتت الضوء محدود يبقى كمية المزاب قليلة إذا إجابتنا هتبقى الفقرة باق ولكن الحركة البروانية شباب دي حركة عشوائية عنيفة هي اللي بتمنع ترسيب جزيئات المذاب فميز بين تندال وميز بين الحركة البروانية يجيني بعد كده درجة الحرارة اللي تغير عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ده سؤال سهل جدا مش مستهل ان احنا نقف عنده طبعا من صلب السائل معناها انسهار ودرجة الحرارة هتبقى هي درجة الانسهار أو حرارة الانسهار القوة الكهروستاتيكية التي تجذب الايونات بين الشحنات المختلفة السؤال هنا مجاوب نفسه اهو تجاذب ايونات طبعا وانواع الروابط تكلمنا عنه كتير جدا في كيميا 2 وفي كيميا 1 وتقريبا زيان بقول موجود بالنص يعني الايونات يعني على طول اهو بس هم جاوب نفسه الربطة الايونية لنتجاذب الايونات فين بتظهر الايونات احنا قلنا والله الايونات اما ايون موجب مصدره في لز بعد ان يفقد الكترونات او ايون سالب بعد ان يكتسب الالكترونات دي كانت من اهم شروط الربطة الايونية انها بتتم بين الفلز واللفلز بعد ان يفقد الفلز وهتحول الايون موجب ويكتسب الللفلز الالكترونات وهتحول الايون سالب يظهر تجاذب هذا التجاذب هو ما يسمى بالارتباط الايوني لكن واضح ان السؤال مجاوب نفسه تجاذب بين الايونات يبقى على طول الربطة الايونية المركب غير المشبه هنا برضو نقف دقيقة واحدة المركب غير المشبه عند غير المشبه حالتين يأما الكين ودايما هيكون عدد زرات الهيدروجين ضعف الكربون يعني دايما هتلاقي له العلاقة دي متوفرة C إذا كانت بN يبقيتش 2N دايما هتلاقي الهيدروجين ضعف الكربون زائد 2 أو الكاين طب وده عرفوا كيف هتلاقي فيه دايما عدد زرات الهيدروجين ضعف الكربون نقس 2 يعني دايما ليه القانون العام ده طب فيه حاجة كمان أسهل دايما الألكين بتلاقي موجود ربطة سهمية ثلاثية بين زراتي الكربون أما الألكاين بتلاقي ربطة سهمية ثلاثية بين زرات الكربون طب فين هنا لا ده هنا الضعف زائد 2 يبهذا لا يصلح هنا الضعف زائد 2 لا يصلح الضعف زائد 2 لا يصلح طب ما تيجي نشوف ده كده أو ما بداي عنده الإجابة انا عندي هنا الكربون باثنين ضعفهم يبقى اربعة نقص اثنين يبقى عندي اتشي توي يبقى فعلا هذا المركب هو غير المشبع وينتمي الى الالكاين يجيني بعد كده وطبعا ده كله موجود في الجزء بتاع كيميا اثنين في نهاية كيميا اثنين في الجزء بتاع الكيميا العضوية موجود بالنص اللهم لك الحمد هذا من فضل الله علينا يعني يجيني بعد كده موقع ارتباط المادة المتفعلة بالانزيم برضو هذا من السوابت وهو على طول الموقع النشط هي النقطة اللي بيبدأ يشتغل عندها الانزيم ويلعب دوره كعامل حفاظ اقصى عدد من الالكترونات يستوعبها المجال الاول خلاص هنا طالما بيقولي المجال الاول يبقى كلمنا عن المستوى الرئيسي يبقى على طول ارجع للعلاقة التو ان تربية حيث ان هنا ردبة المستوى ترتيب المستوى طب هو بيكلمنا عن المستوى الاول كلام جميل يبقى اتنين ضرب واحد تربيع خلاص اهو يعني على طول هتساوي اتنين واختار الفقرة بي يجيني طبعا هنا الهالوجينات طبعا هي ايجابتنا السبعتاشر طيب ما انا محتاج اعرف الباقي بالمر الغازات النبيلة دي التمنتاشر في لزات قلوية دي المجموعة الاولى قلوية ارضية دي المجموعة التانية يبقى احنا لمينا اكتر من مسمى في الجدول الاقصادي لكن انا بركز على السؤال مجموعة السبعتاشر يبقى على طول الهالوجينات يجيني بعد كده عملية خلط ده تهجين وقلنا التهجين هو عملية خلط بين المستويات ايه الفرعية المتقربة في الطاقة وتكلمنا عنه كتير ان هو نوع من اس بي واس بي تو الاخير يعني اجابتنا تبقى التهجين عملية خلط عملية دمج بين المستويات الفرعية على طول ملهج تفسير تاني هو على طول التهجين يجين هنا لماذا لا تذوب الالكنات في الماء هنا في اكتر من طريقة الي جابة لكن خلينا نتابع القانون اللي هو بول الشبيه يذوب في الشبيه اللي شبه بعض هيدوب في بعض طب ده الماء مركب قطبي وكلنا عارفين كده واشهر مركب قطبي يبقى لازم اللي هيدوب فيه المركبات القطبي طب خد بالك بقى هنا يبقى لان الالكنات لا فين هي الاجابة لان الالكنات ايوني لا ما ينفعش لان الالكنات قطبية ما ينفعش يبقى هتيجي فين الاجابة على طول لانها غير قطبي غير قطبي يعني مركب كله محصلته بصفر خلي بالك على الرغم من سي اتش ربطة قطبية يعني السي والاتش دي ربطة قطبية ولكن محصلة المركب كله هيبقى غير قطبي ولو جاب لي حتى هنا مثلا مثلا جاب لي اختيارات تساهمية ايونية في الزي لا ممكن اختار تساهمية فخلينا على قد السؤال برضو علشان ما نشتتش زهننا هنا الماء مركب قطبي وي الالكنات مركب غير قطبي واتبع القانون ده الشبيه يزوف الشبيه يعني التساهمي يدوب في التساهمي الايوني يدوب في الايوني وهكذا يبقى الماء قطبي والالكان غير قطبي وتصبح الفقرة الف عندي اي من مالي ليس من القوة الجزائية برضو من الاسئلة اللي موجودة بالنص هذا معايا ينفع بين جزئي ويدا ينفع بين جزئي ويدا ينفع بين جزئي ويدا ينفع الوحيد الذي لا يعد بين الجزئيات هو التلاصق ده خلي بالك حتى ممكن يجبهم في الترتيب اقواهم طبعا زي ما قلنا زمان الهيدروجيني ثم سنقية القطب ثم التشتت يبقى انا اجابتي هتبقى الفقرة بي هي التلاصق بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو شباب في دورة انا اسطوري في الفيزياء معانا بعض اسئلة التجمعات في الفيزياء السؤال الاول بيقول جسم يحمل شحنة سالبة طبعا احنا اتفقنا يا شباب ان الذي يحمل الشحنة السالبة هو الالكترون يبقى الالكترون يحمل شحنة سالبة طيب البروتون البروتون موجب الشحنة والنواة النواة موجبة اللي هي بتحتوي على نيترونات متعادلة وبروتونات موجبة السؤال الثاني بيقول اذا كانت المادة كمية أساسية فان المساحة كمية طبعا المساحة كمية مشتقة المساحة هي كمية مشتقة لانها حاصل ضرب متر في متر تصبح متر تربيع يبقى المساحة عندنا هي كمية مشتقة السؤال التالي بيقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث طبعا هذا حفظينه من الابتدائي هو قانون قانون حفظ الطاقة قانون حفظ الطاقة السؤال الرابع الموائع هي طبعا هذه الأسئلة كلها كرت عن هنا في الدورة الموائع هي طبعا معروف ان الموائع هي الغازات والسوائل لان الموائع هي أي مادة لها قدرة على التدفق والمواد اللي لها قدرة على التدفق وموجودة طبعية هي الغازات والسوائل السؤال التالخامس بيقول عندما يزداد ارتفاعنا عن سطح الأرض فإن مقدار جذب الأرض وهذا السؤال كرر أكثر من مرة بأكثر من طريقة طبعا لو ازداد ارتفاعنا عن الأرض فإن مقدار جذب الأرض لنا بينقص السبب أنها بيينقص لأن늘 كرار الأرضية وهذا مركز الكرار الأرضية كلما بعد عدنا عن مركز الأرض فيقل التسارع الجذبية تسارع الجذبية بيقل الجي قيمتها بتقل طالما أن الجي قيمتها بتقل معناه أن الوزن يقل لأن المقدار جذب الأرض لهذا هو الوزن هذا هو إيه الوزن طيب لها قانون أي ولا قانون قانون أيضا موجود عندنا في تجمعات القوانين الجي بتساوي جي كابتل M اللي هي الكتلة مأسومة على R تربيع طبعا الR والجي بتنسبه مع بعض تناسب عكسي الR هذه هي الارتفاع عن مركز الأرض أو المسافة من مركز الأرض والقسم كلما قل كلما قل تزيد الجي طيب عندما يزداد على حسب السؤال تقل للإيه الجي وتلام أن الجي تقل يعني التصارع يقل معنى كده أن الوزن يقل السؤال السادس أداة ذات قدرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية بشكل مستمر وهذا السؤال موجود بالنص عندنا في التجمعات مين اللي بيحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية طبعا هو المحرك الحراري طبعا إلى الآن الأسئلة أسئلة بسيطة ومتكررة السؤال السعب الطاقة المختزنة في الوطر رجل مشدود وطر مشدود نحن قلنا يا شباب أي جسم في شد أو في مرونة زي المطاط زي الوطر زي القوس القوس حق السهب كل ده هي طاقة وضع مروني طاقة وضع مروني السؤال الثامن أي من التالي يكافئ الفولت؟ نحن في الاختبار يا شباب وما عارفين أي من التالي وكيف الفولت؟ لكن أنا عارف أن قانون فرق جهد الفي بتساوي دابليو على كيو دابليو على كيو الدابليو هي الشغل والشغل يقاس بالجول معنى كده أن جول والشحنة هي كولوم تقاس بالكولوم يبقى الفرق الجود بتساوي دابليو على كيو يعني جول على الكولوم يعني الإجابة أي جول على الكولوم السؤال التاسع واحدة قياس القدرة الميكانيكية القدرة الميكانيكية طيب أيش هي قانون القدرة؟ القدرة تساوي دابليو على تي الشغل المقسوم على الزمن طبعا نلاقيها واحدة قياس طبعا نلاقيها أن القدرة تقاس بالواط وقلنا شباب أن الواط يساوي الشغل بالجول والزمن بالثانية يبقى جول لكل ثاني جول لكل ثاني السؤال العاشر أي مما يلي لا يؤثر في تشكل قوس المطر؟ أي مما يلي لا يؤثر في تشكل قوس المطر؟ طبعا هنا يا شباب قوس المطر بيحدث فيه عمليات متعددة منها انكسار مع كسكل داخلي تشتت فالذي يؤثر لا يؤثر في قوس المطر ما هو؟ هو الحيود لأن الحيود هو انحراف الضوء عبر الفتحات الضيقة أو الشقوق طبعا نقص المطر لا في فتحات ضيقة ولا في شقوق لكن يحدث عملية انعكاس وانكسار وانعكاس كل داخلي والتشتت هي عملية تضم الانعكاس والانكسار وهذا السؤال ايضا موجود والتجمعات حجتنا بالنص يعني اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ودوام النجاح والتفاؤق باذن الله واتمنى التوفيق للشباب لما اتموا اختبارتهم بعد وهيختبر في الايام القادمة ان شاء الله